السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعي قناة يوسف تيك برو في فيديو جديد. كما تشوفوا معنا فسيد دي الشكاية فهو تصد البارح بالليل. كما تشوفوا على هذا الشكل هذا هنا يولت عندنا تتبع ماء الشكاية وهو عندنا مكتوب هنا يقدم هذا الركن خدمة تعرف على ماء الشكاية الموضوع عبر هذه البوابة والمتعلقة بطالبات الاستفادة من عملية دعم المؤقت الموجهة للأسار المعنية. كما تشوفوا معنا هنا اشي يولي عندك انك تدخل تشوف الشكاية ديك فين وصلت. بالنسبة الناس اللي عادة يبغوا يدخلوا انهم يديروا الشكاية وختيشوفوا راه ما تبتلشي حاجة من السيد ولكن راه ما تقدرش انك تدير شكاية لانه ما صافي تحبس. ما تقدرش انها تسجل عندهم. دبا شنو كان في السيد هو انه تشوف الشكاية ديك فين وصلت. بالنسبة باش شكاية ديك فين وصلت. ما عليك الا الدخل هنا يا رقم البطاقة الوطنية رقم الهاتف وهنا يا هاد كلمة تحقق نفس الحويج نفس اللي زي طاب اللي يدرش باش اه سجلتو ديك شكاية. هنا يا مني غا تسجل هاد المعطايات عندك ثلاثة الحويج بعدها قبل ما نقول لكم ها ثلاثة الحويج تقدر انك اه توقع في ها المشكيل. مني غا تعمر هاد المعطايات هادو. اه كين كين بعد الاختراض السيد تي تعكس بس تورك على تأكيد ما تيعطيك والو تبقى غا هادا الرمز هادا. هاد كلمة تحقق هي اللي تتبقى تبدل. تتعود تورك على تأكيد ما تيعطيك ولا تتبقى لها وتاني. فهاد الحالة هادا شي يخصك هي خصك انك تجيل السيد تورك على هادي. تتورك ليك وتورك على انتخي باش تاكتياليزي السيد. او لا تورك على هادي من هنا باش تاكتياليزي لك هاد الباج هادي. من بعد ما تتاكتياليزي ديك ساعات عاود دخل المعطايات ديك وورك على تأكيد. ارا غا يعطيك المقال دي الشيكاية ديك فين وصلت. كما قلت لكم في هادا الحالة هادو. عندكم ثلاثة الحالات. الحالة الاولى انه اعطوك ان الطلب ديلك مقبول يعني الشيكاية ديك تقبلات. فهذا الحالة ش غا تدير اه معنك ما تديره يخصك غير انك تسنى وسير رسافرة سافتيرك غا تسافد. الكود ديلك را غي وصلك في تليفون بقى حاضي مع تليفون حاول انك ما ما تضيع عش ديك النمرة باش تسجلتي حيتاش هي فين غايت تواصله معك. بالنسبة الناس اللي تقولوني وش غاي سيفطولينا شي ميساج اه زي ما قبل غاي قولنا ان الشيكاية ديلك تقبلات اولا لا في تليفون. اه لا ما كنشي حاجة الى وصلك الميساج غاي وصلك الميساج ديال الدعم ديركش غاي يعطيك في الكود والوكالة منهم غا تسالم. هادو بالنسبة الناس الى دخلتي اللي هنا يعمرتي المعطاية ديلك وعطاك ان الطلب ديلك مقبول. الحالة تانية الى ما اعطاكش طالب ديلك مقبول. غاي يعطيك ان طالب ديلك مرفوض. فهد الحالة هادي للاسف ما عندك ما غا تدير. طالب ديلك ترفض ترفض في المرة اللي ولا وترفض من بعد الشيكاية. يعني ما عندك ما زال ما تدير. اه للأسف هم شافوا فيك انه ما فيك شدوك شورة دي الاستفادة. اه كي ما قلت لكم ديك ساعة ما غاي بقى عندك ما تدير. اه للأسف. اه الحاجة التالة اللي غا غا تقدر تطيح فيها انهم غاي اعطوك ان طالب ديلك في طور المعالجة. فهد الحالة هادي كما اه نجربو دبا مثلا دي الواحد السيد. ندخلو للمعطايات. كما تشوفوا معنا من بعد ما تدخلو للمعطاياتك لكم اتوركو على تأكيد. من بعد ما تتورك على تأكيد كما تشوفو تطلع عليك هنا اه هذا ما تسوقوش لهذا. هذا الميساج القديم اللي اعطوكم علش اه ترفض طالب ديلكم في المرة اللولة. اتشوفو الهناية في المكتوبة بصفر ه器 المكتوبة بصفر هنايا. كما تنشوفوا بالنسبة لهذا الشخص هذا اعطوieso ان الشيكاية في طور المعالجة كما قلت لكم فهذا الحالة هذه ذي 직عف طور المعالجة. هذا الميساج هذا اكثر يعني ان الشيكاية ديلك ما زال ما وصلوش لها يلا تريليتي في الشيكايات ولكن انت بقي ما وصلوش لك ان الراحة الشيكاية بقى مسجلة عندهم ولكن بقي ما وصلوش لها. بني غي يوصلو لها و غيديرو فيها اعادة النظار غيشوفوا ذيك الشيكاية إلى تقابلات راها من بعد غير يعطيوك هنا أن الطلب ديلك مقبول. إلى ما تقابلات غير يعطيوك أن الطلب ديلك مرفوض. آآ آآ هه هم حالات اللي هتقدر تحفيهم من ورا هاد المساج هيدا. كما أكت لكم إلا إلا اعطيوك من بعد أن الطلب ديلك مقبول. راها غير سافد في الأيام المقبلة غير يوصلك آآ السيمس في النمرة دي التليفون. أما إلا اعطيوك أن الطلب ديلك مرفوض للأسف ما عندك مغايت دير. بالنسبة لهذا المساج هذا اللي أطلع لك سوف يدك ساعة تخرج من الموقع وصير واحد المدة دي الوقت وعود أرجع ودخل البيانات ديلك وعود تشوف ديرش أكيد شوف الشيكاية ديلك مازال في طور المعالجة أو لو وصلت النوبة ديلك إلا رقيش يا عوداني شيكاية في طور المعالجة خرج عوداني وتلمل بعد وعود دخل إذن كما قلت لكم هذو هما ثلاثة الحالات اللي هتقدر أنك تطع فيهم تمنوا أننا ملقاعد الناس اللي ملحقهم أنهم يأخذوا هذا الاسفادة يلقوا أن الطالب ديالهم مقبول بالنسبة للناس اللي تستفتو لي ميساجات في فيسبوك أو في انستغرام للأسف را ما قد ديتش أنني نجاوب قاعد الناس كانوا عندي بزاف بزاف ديال الميساجات كان أعتادر من دوك الناس اللي ما قدرش أنني نجاوبهم لأنه را تيوصلوني واحد العداد كبير من الرسائل صوف في الانستغرام أو في الفيسبوك أنا دك شي اللي قدرت عليه أنني ندفع لي الشيكاية دياله راه درته وللأسف ناس خورين الصراحة ما قدرش أنني نسجل قاعد الناس لأنه الوقت وبنادم كتير زعماش يوحدين لعاداد قليل كانوا بزاف ديالناس في طولية ميساجات مهم الناس اللي ما قدرش أنني نجاوبهم تنطلب منهم سماحة وتنتمنى أنهم يكونوا ساطعوا أنهم يسجلوا ديك الشيكاية ديالهم وبالنسبة للناس اللي دخلوا أعطاهم أن الشيكاية ديالهم تقبلات أو للترفضات حاولوا أنكم تبارتاجوا معنا في كومنتي حطوها وقلوا أنه ستقبل طالب ديالكم أو للترفض أو في طول المعالجة باش الناس خورين يشوفوا بلي راه نيتفرين الناس راه هم تسافدوا طالب ديالهم راه تقبل وكذلك بالنسبة للناس اللي ترفض لهم طالب باش يعرفوا أنه ركيني الناس خورين ترفض لهم طالب وقبل ما نسأل هذا الفيديو هادي غنعود أنني نوه بالنسبة للناس اللي كانوا أثناء تقديم الشيكاية ديالهم طلع لهم هذا الميساج هذا ديال طالب غير موجود المرجو تحقق من المعلومات بالنسبة لهذه الفئة هادي يا راه يا إما أن الطالب ديالك ترفض ما شوفوا أنك ما تسحقش دك 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 دعم يا إما أنه هونتا أثناء تسجيل أو تقديم دك طالب ديالك غلطتي درتي شي حاجة ما شي هي هاديك ما تسجلتيش مزيان أو لا ما دفعتيش طالب ديالك غيكون ما وصل لهم شدك طالب ديالك ما تسجلش عندهم بالنسبة لهذه الفئة هادي الناس هاديو راه الناس كتار صراحة الناس بزاف أنا اتواصلت معهم وأعطاهم نفس هذه المشكلة لهذا والحدود هادي الساعة هادي هادي الناس هادي ما عندهم تاشي تاشي حل ما مكين هادي الساعة بالنسبة لهذا الناس هادي نتمنى أنه في مقبل أيام يحاولوا أنهم يديروا ليهم شي حل لأنه راه صراحة كيني بزاف ديالناس أنا بعده أنا غنس ليتواصلوا معايا واحد العدد كبير لما كانت الأغلبية ديالناس ليتواصلوا معايا طلع لهم هادي المشكلة هذا ديال أن الطالب ديالهم غير موجود كي اللي ما عرف شي تسجل كي اللي فاشكنت يصفت لي هادك ديال رامي يعودوا يصفتوا لي هما مساج تقول يصفتنا ديال راب الأسرة هادي وراه طالب ديال هادي هما ما تسجل ااااااااااااااااااو كان من الأخرين عاوتاني جاي هوا مساج ديال أنه تمت تسجيل طالب بكم وفاش داروا الشيكاية ما طلع لهم عاوتاني هادي المساج بالنسبة لهذه الناس هادي تنظن بأن الطالب ديال هم ترفضه هما رفضوك ديغيك تمنوا ان من هاد الناس وما يشوفوا كيها يديروا معهم حتى شرا ماشي عدد صغير لي طلع لي هاد المساج وانما عدد كبير ديال الناس وهنا غير يكون الفيديو ديالنا سهلة فالي عجبك ما تنساش انك تدليه جيم كذلك ما تنسونيش من خالص دعاء ديالكم ولكن عندكم شي تساؤل خليوا لي تحت في كومنتر وبالنسبة الناس اللي تشاهدوا قناة يوسف تيك برو اول اخترافة انا تندعوكم الاشتراك في القناة وكذلك تفعل زر الجارس باش توصلوا بالجديد الفيديو ديالنا وكذلك ما تنسوش انكم تابعوني عبر الانستغرام او الفيسبوك لي هو يوسف تيك برو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة